السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما يارب سؤال النهاردة سؤال جميل جدا ليه علاقة بالأسماء ولكن قبل ما نبدأ الكلام هنصلي على حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة وأسكى السلام ويلا بينا نبدأ الكلام أول معلومة عايزة أقولها في الفيديو ده الأحرف المقطعة في الكرآن الكريم اللي سميها العلماء بالأحرف النوراني وعرفنا أنه هم 14 حرف مجموعين في كلمة نص حكيم قاطع له سر ما بين ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام رأ وقاف وصاد وياسين بيسموها العلماء الأحرف المقطعة اللي ليها أسرار كتير جدا ولكن لا يعلمها إلا الله تعالوا بينا نتكلم على سؤالنا النهاردة وهو حكم تسمية أبنائنا بطاها وياسين ويا ترى هل طاها وياسين من أسماء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عايزة أقولها إن طاها وياسين مش أسماء ولكنها من الأحرف المقطعة في الكرآن الكريم في أحرف مقطعة لها معنى وأحرف مقطعة ليس لها معنى زي مثلا ألف لام ميم ألف لام رأ ألف لام ميم صاد أما مثلا قاف قاف اسم جبل اسمه قاف ليها معنى ولعايزة أقوله لكم إن من أجمل الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها في الباب ده في باب الأسماء عموما إنه مثلا أسماء كتيرة جدا لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتعتقد إن هي أسماء ولكنها صفات زي مثلا محمود لأن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة معرفين بنص الحديث أو الحديثين أحمد ومحمد والماحي والحاشر والمقفي أي خاتم الأنبياء فتعالوا بينا بقى النهاردة نشير لطاها وياسين طاها ما أنزلنا عليك الكرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخش لما نزل هذا الكلام الله عز وجل في سورة طاها نزل بمناسبة إيه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تورمت قدمه فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع قدم ويرفع قدم يضع قدم ويرفع قدم في القيام فنزل قول الله عز وجل طاها ما أنزلنا عليك الكرآن لتشقى فكان خطاب مباشر لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو ما يرهقش نفسه ومعنى طاها في اللغة العربية أو أصلها معناها طاها وخففت فأصبحت طاها فالخطاب اللي كان لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلشان كده أطلق طاها أطلقوه إنه هو خاص لحضرة سيدنا النبي كذلك سورة ياسين ياسين هي من حرفين ياسين وذكرت ياسين الله بالمد في الصورة فصورة ياسين نزلت في حق سيدنا نبي ياسين كأنه خطاب من الله عز وجل والكرآن الحكيم إنك لمن المرسل فسيدنا الشيخ الشعروي بقى أنت عارفين بحب الشيخ الشعروي جدا أشعر لدى في الجزء الستوشر من التفسير وقال إن بعض الأحرف المقطعة لها معاني أو زيدت لها معاني ومنها طاها ومنها ياسين لكن هل هناك أحاديث صحيحة تثبت طاها وياسين من أسماء حضرة سيدنا النبي؟ لا مفيش فهي من الأحرف النورانية اللي نزل بها الكرآن الكريم هنا بقى نقدر نوصل لحكم التسمية بأسماء طاها وياسين حتى لو كان تيمناً باسم حضرة سيدنا النبي أو تبركاً بنور هذه الصور لا حرج ولا شيء فيها وبعض العلماء قالوا إن هو معروف عرفاً يعني لما تلاقي حد مسمى بطاها في زمننا حتى ده فتلاقيه بيصلي على النبي مصطفى فبيصلي على النبي ياسين فبيصلي على النبي فكلها بتدي لك إن أنت لجلال وقيمة هذا المسمى ولكن لازم نكون عارفين إن فيه أصل للكلام ده وإن هو مش من أسماء الصحيحة الثابتة الواردة بالسنة عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جميل كمان إن إحنا نشير إن نبي سيدنا عيسى عليه السلام لما بشر بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ورسولاً يأتي من بعد اسمه أحمد ليه ما قالش محمد مثلاً قال أحمد لأن كان فيه أكتر من أحمد محمد في الوقت ده كان فيه كذا حد اسمه محمد فجاء اسم أحمد لهنا للتمييز وكمان جميل نحن نعرف إن صيغة أحمد على وزن أفعل هي كثير الحمد فهذا الاسم يعني ربنا يا رب يرزق كل من سمي بأحمد بفضل هذا الاسم ونوره كل ما بتتعدد الأسماء كل ما بيزيد شرف المسمى يعني لما المسمى يكون شريف وعظيم بتتعدد أسماء زي أسماء اللي 99 اسم زي الكرآن الكريم له أكتر من اسم زي الجنة يوم الحساب وهكذا بس كده أتمنى تكونوا استفدتوا حتى لو معلومة صغمتوطة جديدة